هل بصراحة كده سأشتكر هل حضرتك بتشعر انه فترة الستينيات اللي هي شهدت يعني الوجود الكبير لعباقرة في الثقافة والدولة كانت موسعة قوي للشعر والثقافة والرواية والقصة القصيرة والمقالة والصحافة والادب وعملقة الفكر كده هل احنا انتكسنا فعلا من نص السبعينات كده بعد الانفتاح بقى اصلا ما بقاش في قيمة للعقل اصلا في الشارع يعني كنا زمان نقول قفل المعلم وفيه التبجيلة كده المعلم أن يكون رسول بعدها احنا شفنا في الثمانينات والتسعينات بعد الثقافة الرديئة ثقافة كل ما هو أصفر اللي دخلت علينا انه انا يعني اكاد يكون الطالب مثلا في السنوي بيكلم المعلم انا بشتريك بفلوسي انا اللي بديلك تمام للحس شوف بقى النقلة عاملة ازاي؟ هو مجرد مدرس على رأيي يعني اللي قالك انه مجرد انه هو كالكيك او انه هو دخل بيت اه وانه هو الطالب حس انه هو بيديله اي او ان انا انا اللي بقبضك او انا اللي بديله الزبط خلاص انتهت يعني زي الجيش ما بيقولك اذا ترفعت الايد تساوت الرتب فخلاص انت دلوقتي وصلت ان الطالب ترفعت الايه؟ الاي دي تساوت الرتب يعني يعني ان الزبط لو مدي ايده على عسكري اه ازا تطاول يعني اه لا يبقى بنتكلم في حاجة تانية لا انا بتكلم عموما يعني الطالب لما المدرس يروح للبيت خلاص خلاص انتهي اه فدلوقتي مين اللي اكبر المدرس انه هو ينزل لمستوى انه هو يلف في البيوت انه هو مرتبه مش مكافية انا معرفش وظيفة تانية يعني انا كمعلم معيش وظيفة تانية صحيح مش هقدر اشتغل وظيفة تانية ومش هينفع اشتغل وظيفة يعني مثلا طبعا كل الوظيف ادام حلال يبقى ما فيهاش نقاط طبعا بس ما ينفعش بس هو واحد افنى عمره في تحصيل العلم مش هيشتغل في بقالة بعد الظهر رغم احترامنا الشديد للبقالة لكن يعني هو كرس نفسه للخط كقيمة كقيمة ما ينفعش اتعامل مع طالب هيجي يشتري مني او مثلا اشتغل مثلا في كذا نوع او اشتغل في مكان الطالب هيعملني ازاي صحيح فانا ما ينفعش اشتغل اي شغلانة تانية لا ينفعش اشتغل مثلا في ميكانيكا او افتح بقالة او كلام ده حتى ما ينفعش افتح يعني قانونا اساسا ممنوع ان انا انا امارس اي شغل بجانب التربية والتعليم قانونا ممنوع طب انت الدكني مفروض ان انت كدولة تحاول نفسيا اولا انا مطالب ان انا ألبس لفسه معايا ما ينفعش ألبس مثلا سوري في اللبس جلبية مع احترامي طبعا ما ينفعش ألبس اي لفس لازم يكون ليا ستايل معايا او لازم مظهر معايا ولازم برضو يبقى فيه قدر من اللياقة ومن الزوء ومن الشياكة وده بيتطلب بدل مظهر بيتطلب مبالغ لانه مش معقول برضو هيلبس مثلا تيشيرته ولا بانطلون جينز مقطع ويخش يدرس للعين برضو ده بيصدر قيمة وحشة يعني انا على ما اعتقد اعرف ان فيه مثلا في التمسيل مثلا بيده بدل مثلا لفس او مثلا يعني المفروض ان هو مثلا المدرس فيه فيه ستايل معين او فيه شكل معين ماشي مفروض ان هو يحفظ عليه وفي نفس الوقت برضو انا ما ينفعش ألائي بيتي محتاج وانزل ادرس واتحك كل الناس عادي اود للطالب اشتغل معه فلازم يكون انا نفسيا مستريح وماديا مش هقول مستريح يعني حتى اغطي مصريفتي وبعدين احنا يعني خلال المسيرة بتاعتنا لما تعلمنا او لما درسنا او لما درسنا وجات لنا فرصة اندرسنا شفنا الفرق يعني عندنا هامش كبير جدا عند المعلم يقدر يديه من اخلاصه ومن خدوا بالكم التريك دوت والمسألة ديت وشفنا الفرق ما بين اللي بيخش على قد على قد الكلمتين وخش ويكتب على الصبورة وشكر طبعا لا لما يبقى مرتاح يقدر يعطي يعطي هقول لي حريك حاجة الفترة اللي حريك بتتكلم عنها اللي هي الستينات مين اللي كان مسكها؟ طاع حسين طاع حسين رجل ليه علاقة بالتربية والتعليم انما ما ينفعش محامي يمسك يعني كوزير مثلا تعليم مثلا دكتور اطفال مثلا يمسك المزارة ده اللي حصل في فترات سابقة لازم يكون حد من الهيئة نفسها لانه هو اللي حاسس بمعاناة المعلم فهو الوحيد اللي يقدر انا مش هجامل الدولة على حساب المعلم او مش هجامل مثلا ان انا مثلا وفرت انا لو زودت 100 جنيب انا هزود مثلا كام بليار لا انت ما تتحسبش كده انت تتحسب ان الناس دي قفنت عمرها ولما بيطلع المعاش يعني انا شفت برامج مأساة مأساة يعني مثلا مدير مدرسة مثلا شغال مثلا على توك توك او مثلا مدير مدرسة بعد المعاش يعني بعد المعاش بتنتفي بقى الميزات المالية كل المميزات بتتشال بتتشال طبعا بترجع على الاساس المرتب بتاعك بيتشال الكادر كله يعني يبقى بياخد 4000 جنيه في الشغر بقى يلاقي نفسه بقى اه بقى ألفين يا فطبعا انت يعني اساسا المرتب قليل فبقى بقى لو طلع المعاش غير ان المعاش بصاحبه ادوية واهتمام هو ومراته اذا كانت تشتغلش وفي نفس الوقت بردك هتدخلني في قصة تانية حياتة التأمين الصحي بردك يعني بردك بالنسبة للمعلم بردك يعني مش هو لا ما حقه حتى لو قدرنا نعمل تأمين صحي ولما الوزارات وزير النقل كامل وزير قال يركب بعد السبعين ببلاشه وبعد الستين مش عارف ايه ما ده حقه والعالم كله بيعمل كده ان احنا نخف من عليه بس اصلا نكون مديل له معاش معقول يعني اكيد يعني مثلا زي ما حريك بتقول مثلا السكة الحديد او هيئة المواصلات او اي وزارة تانية يعني مش هقولها هتساوي بيها بس انا المفروض ان انا يعني اكرم بحيث ان الجيل اللي بعدي يعرف ان قيمة المعلم انه هو لما يكبر هيلاقي التأدير المعنوي والتأدير المادي يعني برضو انا ما بتكلم عن التأدير المعنوي يعني مثلا سيد الرئيس سيسي كان قرم المعلمين ووداهم تكريمات كويسة جدا يعني العهد بتاعه يعتبر العهد الزهبي بنسبة للمعلم عايزة تنقل بحياتك لنقطة